اشتركوا في القناة يحب ربنا جل في علاه ويرضى والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة ولازال الحديث متواصلا في رحاب سورة الملك من كتاب الله تبارك وتعالى باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيل الشيخ الدكتور محمد صافي مستغانمي حياك الله يا دكتور معنا في هذه الحلقة من سورة الملك من كتاب الله تبارك وتعالى حياكم الله وبارك الله فيكم وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاك فضيل الشيخ الدكتور كان الحديث بداية من وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إلى أن وصل إلى فاعترفوا بذنبهم وكان حديث عن أهل النار عن الكافرين ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير السؤال هناك قال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير ثم فصل في الحديث عن هذا العذاب إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا تكادوا تميز عن جهنم ألم يأتيكم نذير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل هنا قال إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ مَقَالِنَ الَّذِينَ آمَنُوا نَقَال كَفَرُوا نَقَالِنَ الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير هذه نقطة النقطة الأخرى هناك فصل تفصيل كثير هنا في آية واحدة صحيح إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به يعني موضوع يكاد يكون مختلف يعني بارك الله فيك فما الحكم في هذا الأمر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله أولا دائما ندرس التناسب في نظم الصورة الآن كما تفضلت جاء الحديث عن الذين كفروا وعن جزائهم في النار وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم هذا تنسق مع ما قبله وأعتدنا للشياطين عذاب السعير فعذاب مع عذاب عذاب مع عذاب بعد ذلك انتقل إلى الذين آمنوا والذين يخشون ربهم أولا نقول هذا ديدا القرآن ديدا القرآن أن يشفع الترغيب بالترهيب أو العكس أو الترهيب بالترهيب نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذاب هو العذاب الأليم دائما في القرآن إذا تحدث عن الذين آمنوا وجزائهم يتحدث عن الذين كفروا عن جزائهم أو العكس حسب السياق فهنا عندما نتحدث عن السعير التي أعدها للشياطين نسب أن يتحدث عن الذين كفروا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بعد ذلك هل الآخرة كلها عذاب؟ لا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله هنا شفع وقال إن الذين يخشون ربهم واضح جيد نلحظ كما لاحظت أنت شيئا مهما ولم يقل إن الذين آمنوا كما قال هناك والذين كفروا كفى بالكفر ذنبا أما الإيمان وحده لا يكفي الإيمان وحده زائد العمل الصالح زائد الخسية والخوف وحد يقول لك في المجتمعات كثيرون يقول أنا مؤمن أقول لا إله إلا ولكن لا يصلي لا يزكي يأكل الربا هذا نقول له صحيح أنت من الموحدين ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنك ستأخذ جزاء عمالك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لابد من الاستقامة وفق الشريعة جيد لذلك هنا تحدث عن درجة أعلى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويخشون ربهم وأنه في فعل يخشون جاء في الماضي أم المضارع مضارع يخشون ويستمرون في الخشية بينما عندما تحدث عن الذين كفروا قال وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ بالماضي لماذا؟ كأنه يقول وَلِلَّذِينَ تَحَقَّقَ كُفْرُهُمْ وَكَفَرُوا فِعْلًا وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ عذاب جهنم يا سيدي وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ تَابُوا أنت معي؟ لا هو ذكر جزاء جهنم مع تحقق الكفر ولا يريدهم أن يستمروا في الكفر لم يقل إن الذين يكفرون الله لا يريد الاستمرار بينما في الخشية يريد أن يستمروا بالخشية طيب التوكيد في إن الذين يخفروا هنا قال وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا نعم لعل الحديث عن عذاب الشياطين مسوّغ أنه يعطف فيقول وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا لأن قال وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِير ممتاز أعتدنا لهم هذه لهم سوّغت وَلِلَّذِينَ وَلِلَّذِينَ ما شاء الله أعتدنا لهم وأعتدنا للذين بينما هنا بدأ جملة جديدة فصلها وأكدها إن الذين يخشون جيد أنا وقفت عند إن الذين يخشون طبعا يخشون يخافون يخافون الفرق هو قلناها مرارا نكررها الخشية خوف مع تعظيم المخشي منه مع التعظيم يخافون الله ويخشونه يعظمونه سبحانه وتعالى دائما إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يعظم الله ويخاف جلاله العلماء المتقنون في شدة الفروع العلمية إن الذين والله يريدهم كما قلنا أن يخشوه وأن يستمروا لو قال إن الذين خشوا أو خشوا ربهم خافوا يعني خافوا يوما ما ومات لا يخشون ويستمرون إن الذين يخشون ربهم ربهم مرارا نقولنا الربوبية تعني الإنعام الإنعام والحفظ والإحسان والإحسان والتكفل نعم ممتاز والكلأ إن الذين يخشون ربهم المحسن إليهم المنعم عليهم الذي يكلأهم ويربيهم ويحسن إليهم لم يقل إن الذين يخشون الله وجودا في غير هذه مع أن لفظ الله يستدعي الرهبة والخشية ممتاز هذه الكلمة لفظ الله لفظ الجباروت والقوة والجبار الواحد هؤلاء يخشونه وهم ينظرون إلى إحسانه يا سبحانه فما بالك لما ينظرون إلى بطسه وانتقامه هذه النكدة في صالح المؤمنين هذا خير في صالح الذين كفروا أيضا شر لهم وللذين كفروا بربهم المحسن إليهم المنعم عليهم إذن جحدوا ففي الجحود ذكرها يسجل ذما عليهم تسجيلها في صالح المؤمنين في خيرهم إن الذين يخشون ربهم وهم ناظرون إلى إحسانه يخافونه فما بالك لو نظروا إلى جباروته وانتقامه في الحديث الذي ورد لا أذكر نصه حينما يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة ماذا يفعل عبادي قال تركناهم وهم يستغفرون ويصلون قال يخشون ناري ناري أو نارك ويطمعون في جنة قال هل رأوها؟ قال لا قال كيف لو رأوها؟ هذا هو المعنى هنا جميل جدا بارك الله فيه هذا حديث قدوسي جميل كيف لو رأوها؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب نقف عنده بالغيب وهذه كلمة تتكرر في القرآن طبعا جاروة مجرور لكن هذا الجاروة المجرور في محل الحال إن الذين يخشون ربهم ويعظمونه ويخافونه حال كونهم لم يره نعم ونحن المؤمنون في الدنيا يرون الله لا يخشونه بالغيب يؤمنون به بالغيب ويخشونه بالغيب إذا الحال كونهم لم يره الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة في ألف لاميم البقرة هذه آية أساسية تؤكد الإيمان وتؤسسه من خصائص المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب والله غيب لأننا لا نراه بأعينين صحيح؟ صحيح هذا معنى الأول إن الذين يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن الأنظار هذا معنى جميل والله كثير من الناس يصرون مع الناس يؤدون الزكوات يجتمعون في صلاة الجماعة اللي هو يقابل الرياء لا أنا لا أريد أن أقول هذا يعني المقصد كثير من الناس يقومون بالعبادات مع الناس صحيح؟ يراهم الناس وعندما يخلون بأنفسهم وينفردون هنا الخشية أكثر هكذا يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن الأعين أيضا هذا معنى جميل وهذا الخشية تكون أعظم ويكون الإخلاص أعظم لله تبارك وتعالى المعنى الثالث بعض النوحات يقدرون المضاف محذوف إن الذين يخشون عذاب ربهم بالغيب ولم يره هل رأينا نحن العذاب؟ نخشاه ولم نره كما جئت في الحديث القدسي الجلي إذن لفظ بالغيب لو قال يخشون ربهم غائبين أفاد معنا واحدا صحيح يخشون ربهم حال كونهم لا يرونه أفاد معنا واحدا بالغيب الجار والمجرور أعطى توسعا دلاليا عجيبا وهذا من التوسع الدلالي نعم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير لما المغفرة ولما الأجر الكبير؟ الذين يخشون ربهم يوم القيامة يخافونه لماذا يخافونه؟ طمعا في رحمته جميل وخوفا من ذنوبهم أنت الإنسان يقول اللهم اغفر لنا اللهم نجينا يوم القيامة لماذا المسلم يدعو ويتضرع إلى الله أن ينجيه يوم خوفا من ذنوبه؟ نحن نذنب كل ابن آدم خطاء إذن طمأنهم أولا أغفروا ذنوبكم ثم ترقى وقال ولهم أجر كبير لأن لو قال مباشرة لهم أجر كبير يبقى شيء يراود ذلك المسلم المؤمن الخاسي الخائف طمأنه بأنه يغفر الذنوب ثم تدرج معه وترقى في ذكر الأجر الكبير المغفرة كما تعرف؟ ستر ستر الذنوب ومحوها وغفرها لهم مغفرة عظيمة مغفرة وأي مغفرة؟ منتاز لأن النكر في مثل هذا السياق تفيد تعظيم لا والذي يدل عليها لهم مغفرة عظيمة وأجر كبير بما أنه وصف الأجر الكبير فالمغفرة عظيمة وكبيرة واكتفى بأحد الوصفين عن الآخر واللام هذه تسمى لام الاستحقاق لهم أن يستحقون مغفرة ويستحقون أجرا كبيرا الله يبارك بك إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير طبعا فيها تقديم وتأخير كذلك ما شاء الله للاهتمام للاهتمام فقط نشير الكلمة قبل أن ننتقل إن الذين يخشون ربهم هذه الآية تؤسس معنا عقديا عظيما وهو خشية الله في السر والعلن خشية الله وهذا المؤمن لا يكفي أن يقول أنا مؤمن بالله أنا أصلي لا لابد أن تخشى الله وأن تراقبه في السر والعلن وهذه قضية عقديا كبيرة وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور أول سؤال لماذا توجه بالحديث إلى هذا الطلب أو إلى هذا الأمر ومن المخاطب نعم نين وما المقصود بإسرار القول أو الجهر به بارك الله فيك كلامك صحيح لما تحدث عن الخشية الخشية عمل ظاهريا باطني باطني قال إن الذين يخشون ربهم ويعملون عمل القلب لهم مغفرة وأجر كبير ثم قال فافعلوا ما شئتم فافعلوا ما شئتم بناء على الكلام السابق جهارا أو سرا وعطف قال وأسروا قولكم أو اجهروا به الخطاب هو في الحقيقة عام للمؤمنين ولغير المؤمنين الخطاب عام للذين آمنوا ولغيرهم السروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور السؤال هل الأمر على حقيقته؟ هل الله يطلب منهم أن يسروا؟ من باب المبالغة أو من باب التعجيز لا أقول التعجيز هنا يريد التحدي التحدي بارك الله فيه أسروا أو اجهروا فإنه يعلم الأمر سيان الأمر سيان ما شاء الله وصلت لما نريد هذه الأمر سيان هذا يسمى فعل أمر يفيد التسويق بس هذه أسروا أو اجهروا سياني عند الله يستوي سركم وجهركم عند الله لأنه عليم بذات الصدور فالأمر هنا في اللغة العربية والبلغة لا نقول فعل أمر يفيد الأمر يفيد التسوية افعلوا ما شئتم يستوي سركم وجهركم عند الله لأن للأمر أو للطلب أغراض أغراض وهذا الغرض فيه هنا التسوية التسوية أنت تقرأ آية قوله تبارك وتعالى إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم هنا ذكرها هنا لم يذكرها إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا في جهنم والعياذ بالله سواء عليكم هنا يقول أسروا قولكم أو اجهروا به سواء في علم الله سبحانه وتعالى لماذا؟ إنه عليم بذات الصدور وهذا يأتي منه كذلك في الاستفهام أعتقد نعم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ هذا أسلوب الاستفهام إذن أسلوب الاستفهام يفيد التسوية أسلوب الأمر يفيد التسوية نحن اليوم مع البلاغة خطاب للبشر جميعا أسروا قولكم أو اجهروا بابن عباس وغيره يذكرون قصة نزول هذه الآية بالضبط يقول بعض المشركين كانوا يتحدثون وينالون من الإسلام ومن نبيه الإسلام صلى الله عليه وسلم قال أحدهم أسروا قولكم حتى لا يسمعنا إله محمد فيخبر يعني جاهلية لا يعرفون أن الله محيط بالقلوب ومحيط بكل شيء فنزل قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا بإنه عليم إنه عليم بذات الصدور جملة تعليلية فأن أحدا يقول يستوي السر والجهر عند الله لماذا؟ لأنه عليم بذات الصدور لأنه يعلم أكثر من السر وأكثر من الجهر بذات الصدور ما هي ذات الصدور كما تعرف؟ خبايا الخبايا الخوافي المضمرات قبل أن ينطق بها صاحبها سرا أو جهرا يعلمها قبل أن ينطق بها صاحبها سرا أو جهرا وهي في قلبه يعلمها وانظر وقلنا ذات مرة عليم صيغة مبالغة مبالغة فعيل عليم علام عليم بذات الصدور بالله عليك في الكون كله من يعلم ما في القلوب أبدا لم يقل يعلم ما في الصدور لا هذه قضية ليست يعلم عليم يبالغ علمه ويحيطه بما في قلبك مما لم تحدث به نفسك فمن باب أولى يعلم سرك ومن باب أولى يعلم جهرك وهذا تهديد فيه أنت كلامك الأول صحيح فيه تهديد أيضا هو يستويذ السر والجهر في علم الله وهو يهددهم خففوا من نيلكم من الإسلام فالإله الإسلام وإله محمد يعلم كل شيء وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور هنا يقول العلماء لماذا قال أسروا أو اجهروا لم يقل اجهروا أو أسروا يعني بدأ بالسر بدأ بالسر قضية وجودية قبل أن يكون أي خبر جهرا يكون عدما عدما يكون سرا فالله يعلمه في حالته السرية ويعلمه بعد ذلك في حالته الجهرية وعلمه أزلي جل جل والإعجاز في السر الإعجاز في السر لأن الجهر يعلمه غير الله سبحانه من يسمعه ما شاء الله لكن السر هو الذي فيه الإعجاز الذي اختص به الله سبحانه وتعالى نفسه به جل جل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نعم نأتي بالسؤال إنه عليم بذات الصدور أنا وأنت أو أي إنسان يتساءل يا أخي لماذا الله يعلم بذات الصدور هو الذي خلق هو الذي خلق يعلم ما في الصدور لأنه خلق والخالق أعلم بتفاصيل ما صنع ألا يعلم الخالق هكذا نعم تأتي بالوجهين أنا أربط لك في الربط يعني الربط إنه عليم بذات الصدور واحد جاهد يقول لماذا يعلمه لماذا هو عليم لأنه هو الخالق ألا يعلم من خلق كل من صنع صنعة يعلم تفاصيلها صحيح والذي خلق الإنسان يعلم ما في عقله وما في ذهنه وما في قلبه فهو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أنت ماذا قلت ألا يعلم الخالق صحيح حملت من على الخالق صحيح نعم هذا المعنى الأول وهو الأساس ألا يعلم الخالق من خلق ألا يعلم الله من خلق تأتي بالوجهين وهذا توسع عظيم في بناء الجملة ألا يعلم الله العليم من خلق مخلوقه يعني مفعول مفعول فإذا من تصلح للوجهين عند جميع النحة والمؤسلين سبحان الله والذي يخلق شيئا من عدم ما معنى الخلق إن شاء شيئا من عدم فهو يعلمه ويعلم تفاصيله إنسان الآن يصنع هذه الطاولة أو يصنع هذا التلفاز ويعلم تفاصيله ولله المثل الأعلى خلق الكون والإنسان من عدم فيعلم أسراره وخباياه وخباياه ومضمراته ويعمل كل شيء لأن أنت الآن عندما تحدث جاهليا كافرا كافرا مشركا خصوصا في فترة نزول وإن الله عليم بالقلب قل كيف الحقائق لم تكن واضحة مثل ما هي الآن نحن تشربنا القرآن تشربنا السنة النبوية ونعلم أن الله محيط علمه بكل شيء نعم طيب التذيل وهو اللطيف الخبير نعم يتناسب مع العلم والخبرة في بواطن الأمور وأسرار الأمور بارك الله فيك والشيء اللطيف الخفيف خفيف الرقيق الذي لا يدرك دقيق دقيق قديما يقولون مثلا لطف الله بفلان لطف الله والله لطيف بفلان اللهم لطف بنا اللهم لطف بنا لطفه خفي اللطف علم وإدراك لما دق بخفاء ونحن نعم والخبير الخبير بالبواطن فجمع الله جل جلاله لإسمين العظيمين الجليلين الذين يتناسبان مع كل ما هو لطيف وكل ما هو دقيق وباطني فاللطيف منها وما لطف ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح إلى الخلق إلى الإنسان سبيل الرفق دون العنف لطيف أنت ما تقول فلان والله عنده أخلاق لطيفة يعني يوصل المعنى يوصل الخبر بطريقة لطيفة الخبير عليم بالباطن هذا في القرآن كله ما الفرق بين عليم وخبير عليم واسع العلم محيط بكل شيء خبير خبير بالبواطن فاللطيف الخبير أنسب اسمين في هذا المقام بارك الله بك السورة سورة الملك بدأت بتعظيم الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ثم حديث عن الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة الذي خلق سبع سماوات طباق ثم جاء الحديث عن الشياطين ورجمهم والحديث عن الكفار وفصل في مآلهم ثم الحديث عن الذين يخشون ربهم ثم كأنه عاد مرة أخرى لتعظيم الله تبارك وتعالى حينما قال إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هنا واصل وقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها يمن عليهم يتفضل ويمتن عليهم نعم ممتاز هذا الربط رائع جدا وأنا أقول من أعظم خصائص النصر القرآن التناسب التناسب والاتساق والانسجام هو عندما تحدث عن الكافرين هو عليم بالكافرين صحيح؟ بلى لم يقل ألا يعلم من خلق لا تحدث عن المؤمنين يخشون ربهم بالغيب جميل بعد ذلك جاءت مناسبة الخشية قلبية والإسرار قلبي أيضا قال وأسر لكم أو اجهروا به بعد ذلك ناسب أن يتحدث أنه عليم بذات الصدور ويعلم كل شيء عاد إلى المتصرف الأوحد الملك الذي يعلم لأن الخالق هو المالك الخالق هو المالك والمالك والخالق ويعلم كل شيء عندما ختم وقال وهو اللطيف الخبيل ومن لطفه بكم جعل الأرض ذلولا هذا الآن كما تفضلت إلى ذكر خلق سبع سماوات انتباقة خلق المصابيع والنجوم هذا من خلقه ودلائل قدرته ومن دلائل قدرته جعل الأرض ذلولا ممهدة منقادة طيعة بالله عليك أقول ملايين إن لم أقل مليارات يمشون على الأرض ولا يرون لطف الله فيها نحن أنت تظن كأنها هكذا يعني كأنك أنت تستحقها والله جعلها الله جل جلاله ذلولا لأننا نعتدن على هذا الأمر العادة تنسي تنسي الإنسان أن يددك حقائق الله تبارك وتعالى وحقائق الاعتقاد لأن لطف الله خفي في جعل الأرض عطفها وقال هو الذي جعل يعني ما عطف أتى بالمسألة بعدها جعل لكم الأرض ذلولا في نفس الوقت انتبهت لشيء عظيم ما زال جل جلاله يذكر ملكه وتصرفه في الكون ومن تصرفه أنه جعل الأرض ذلولا طيب نأتي إلى جعله للأرض ذلولا نعم يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها ما معنى ذلول ذلول بارك الله فيك فعول فعول صيغة مبالغة على وزن فعول مذلالة من الذل بالكسر كلمة الذل والذل تتعاقبان بعضهم يقول الذل بالكسر والضم بعضهم يقول الذل بالضم ضد العز العز والذل والذل بمعنى التمهيد جعل الأرض ذلولا جعل الدابة ذلولا يقال الناقة ذلول نعم ليس من الذل ضد العز لا هي مذللة مذللة يعني من طاعة نعم طائعة منقادة طيعة هينة تتع صاحبها صحيح ومن هنا قال العلماء البلاغيون هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا شبه الأرض بالناقة وبالبعيد الذلول الممهدي الممهدي الطائعي لصاحبه فالأرض أينما تمشي يجدها الإنسان مذللة طيعة لي يستمتع بها ولكن للأسف لا يدرك لطف الله فيها تخيل لو أن كل الكرة الأرضية أستاذ محمد كانت نتوآت أنا أقترح فقط قدام العالمين لو أن كل الكرة الأرضية نتوآت مثل الجبال هل يتنعم بها الإنسان كما يتنعم اليوم بالسهول والوهاد والهضاب والبحار البر والبحر فنعمة الله في جعلها ممهدة ذلولا نعمة عظيمة والله هو الذي هو أسلوب إيش؟ القصر هو الذي لا غيره هو الذي جعل الأرض ذلولا لا غيره إذن قصر بتعريف الجزئين كما يقول البلغيون لا هو الذي جعل لكم نحن قلنا هنا اللام لام الاستحقاق نعم لهم مغفرة نعم وهنا اللام كذلك نعم الاستحقاق وللاختصاص عندما يكون معنا كيف أقول معنا معنوي نقول الاستحقاق بالدرجة الحمد لله الحمد مستحق لله صحيح؟ صحيح مغفرة مستحقة لكن عندما تكون ذات وذات جعل لكم نحن ذات والأرض ذات فنقول اختصاص مختصة بكم وجعلها مختصة لكم ذلولا بمعنى مذللة تستثمرونها تزرعونها تحصدون فيها تستمتعون بعظمة هذه الكرة الأرضية طيب قال ذلولا فمشوا الفاء تفريعية 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 بعضهم يقول فصحة كأنه يقول إذا علمتم ذلك فمشوا في مناكبها نحن نقول باختصار تفريعية إذا يعني جعلها ذلولا لكم طيعة يتفرعوا عنها فمشوا في مناكب المناكب جمع منكب نعم جمع منكب بكسرك منكب منتاز والمنكب كما لا يخبر عليك هو النقطة الواصلة بين العضودي والكتف النقطة الواصلة بين منكب الإنسان نحن نقول يعلمون في الفقه نرفع أيدينا إلى المناكب أو حذو المناكب هكذا الله أكبر عندما نكبر تكبيرات الإحرام مناكب الإنسان هي المنطقة الحساسة الدقيقة بين العضودي والكتف المفصل نعم هذا هذا أعلى شيء في الإنسان ومنكب الإبل نفس الكلام عند السنان هذه منطقة حساسة عند كتف الإبل فمشوا في مناكبها باختصار اختصر عليك أنا جمعت عند الإمام البغوي قال المناكب بمعنى الجبال إمام البغوي علامة جليل ورأس المحدثين فمشوا في آكامها فمشوا في طرقها وفجاجها فمشوا في أطرافها ونواحيها فمشوا في أعاليها أحسن الأقوال وأقربها في أعاليها أعاليها لماذا؟ لأن المنكب الإنسان أعلاه غير الرأس طبعاً يعني هذا الاشتراك الدلالي الدلالي وهي كلها كلمات متقاربة بعضهم قال لا بعضهم قال فمشوا في جوانبها لأن تنكب الطريقة جانبها أو تجنبها تنكبها فهذا الآن السؤال المطروح فمشوا في سهولها فمشوا في وديانها فمشوا في في هذه الأرض الممدولة لا فمشوا في مناكبها إذا كان الإنسان مطالباً أن يمشي في المناكب والأعالي من باب أولى يستثمر سهولها هذه دعوة لاستثمار الأرض لكن ألا يتعارض الزلول مع المناكب بهذا المعنى؟ ما شاء الله هو جعلها ذلولاً بشكل عام وفيها مناكب فيها جهات عليا فالله لا يقول يمشوا في المذللة فقط في المناكب يمشوا بمعنى استثمروا أعملوا عقولكم خوضوا في الصناعات خوضوا في التقدم الحضاري هذه آية أن عجبني عبد الكريم الخاطيب قال تدعو إلى استغلال واستثمار الأرض وإذا طلب الله مننا أن نستثمر مناكبها من باب أولى أن نستثمر سهولها وبرها وخلجانها إلى غير ذلك والمناكب لأنها الأعالي وامشوا على أمشوا في أمشوا في أعماقها هذه إشارة وإلا كان يقولون يمشي عالا يمشي عالا يمشوا متوغلين فيها نعم متوغلين متعمقين دارسين لأعماقها فامشوا هنا لفظ المشي مستعمل أدركوا وتعمقوا في العلم بهذه الأرض واستثمارها طيب هل الهدف المشي في الأرض أم المشي سعيا وراء رزق أو إعمار للأرض أو غير ذلك نعم وهذا الذي يقول الذي يدل على هذا الكلام وكلوا من رزقه إذن امشوا في مناكبها واستثمروا كل أرزاقها وأقواتها وكلوا من رزقه كيف نأكل من أرزاق الأرض إذا لم نتوغل ولم نتعمق في العلوم كأنه يقول امشوا في مناكبها واستثمروا بيترولها وغازها وذهبها وكلوا من رزقه استثمروا أنواع النباتات والشجر وإلى غير ذلك دليل وكلوا من رزقه ذكرني بآية فصلة قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين اثنين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين إلى أن يقول وجعل فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين الله خلق الأرض في يومين وجعل أقواتها في أربعة أيام ما المطلوب من الناس كلهم أن يستثمروا هذه الأرض من هذا الباب أستاذ محمد طيب لابد من الإشارة إلى الضمائر كذلك هنا حتى يحسن الفهم هو قال فامشوا في مناكبها تعودوا على الأرض نعم لكن قال ما قال وكلوا من رزقها ما شاء الله لك كتبها جميل خلق الله رزق ليس من عند الأرض وإن كان فيها وإن كان فيها نحن جعل فيها أقواتها سواء للسائلين لكن في النهاية هذا الأرض من وين من عنده رزق الله سبحانه وتعالى وهذه العقيدة تأكل من الأرض وتستثمر الأرض وتقول هذا من رزق الله سبحانه وتعالى جيد العلماء وقفوا امشوا في الأمر أنا قد أختلف مع بعض معظمهم يقول امشوا في الأمر وفيدوا الإباحة كلوا واشربوا فإذا حللتم فاصطادوا هذا يفيد الإباحة فامشوا في الأمر وكلوا من رزقه لا والله لو نحمله على الوجوب لأن الأمة الإسلامية ولأن البشرية مطالبة أن تستثمر لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا عجز جميع أبناء الأمة فهم آثمون فامشوا وقرأوا العلوم وقرأوا الفيزياء وقرأوا كل علم يؤدي إلى استثمار الأرض وهنا قديم العلماء جزاهم الله وقرأوا فامشوا أمر للإباحة لا هو أمر فيه نصح وتوجيه وإرشاد لاستثمار كل طاقة الأرض من باب واجب الكفاية يعني بارك الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور لا تغتروا بكل هذه الأرزاق بكل ما في الأرض من أرزاق تمتعكم اعلموا جيدا أنكم إليه تحشرون سبحان الله يعني في نفس الآية تطمئنك ويمتن الله بأرزاقه وإنعامه على البشر لكن لا تغتروا وإليه النشور سبحان الله إليه لا إلى غيره أسلوب إيش تقديم وتأخير حصر تقديم وتأخير يفيد القصر والحصر وإليه لا إلى غيره النشور بمعنى يحييكم وينشركم في يوم المحصر وقصر وحصر حقيقي حقيقي بارك الله فيه إليه لا إلى غيره جيد نعود إلى نرضى دائما بالدباجة الذي إليه النشور هو الملك المتصرف الأوحد ونحن في سورة الملك يعني أنت لو كنت تعود إلى غير الله خلص لا تعترف تبارك الذي بيده الملك ومن ملكه الأعظم ومشيئته المطلقة وتصرفه المطلق أنه إليه النشور كل آية تربطك بمحور السورة وهذه كل آية تربطك بمحور السورة لكن العجيب أن لا تنتهي آية حتى تسلمك إلى الآية التالية وهذا حسن التناسق القرآن الكريم وهذا في الصورة واضح وفي صور القرآن كله لكن هنا في الصورة واضح وتحدثنا عن الآيات الأخرى لكن هنا قال وإليه النشور ثم جاء مباشرة فقال أمنتم من في السماء يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور إذن جئنا إلى يوم النشور جئنا إلى يوم النشور وقبل يوم النشور كأنه يقول جعل لكم الأرض ذا لولا النعمة فمشوا في مناكبها نعمة وإحسان واستثمروا كل طاقتها وكلوا من أرزاقه وهذه من نعمه لا تنسوا يوم الحشر ولا تنسوا النشور بين يديه للأسف المشركون في وقت النبوة هل كانوا مصدقين مؤمنين تائبين بل جاحدين أم كانوا جاحدين جاحدين هنا قال على الرغم من إضاح كل الدلائل العقلية التي تثبت وحدانية الله وتثبت أنه هو الملك الأوحد المتصرف هنا عاد إلى التخويف وناسب أن يقول أأمنتم من في السماء طبعا من في السماء هذه كلمة سأشرحها بعد قليل يعودوا على الله تعالى أن يخصف بكم الأرض نتكلم هنا الأول أن يخصف بكم الأرض قبل قال لماذا قال جعلها ذلولا وهنا قال ذلولا لكن هذه ليست هي الطبيعة تتحكم هو الذي جعلها ذلولا وهو الذي يستطيع جل جلال أن يخصف بكم الأرض ما معنى يخصف أن يجعل باطنها ظاهرها وظاهرها باطن وهذا خصف عالية سافلها عالية سافلها خصفنا به وبداله الأرض الخصف غؤور غؤور يعني داخل يعني يغور ما في الظاهر إلى الباطن هذا خصف وعندما نرى نحن فتحت الأرض نقول حدث خصف هذه الأرض الذلول نعمة أدركوها جيدا قبل أن تنخصف قبل أن يخصفها الله بكم وقبل أن تخصف نعمة أحسن سكرها ومن كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر فبعد ذكر الأدلة على وحدانية الله وملكه عاد القرآن إلى نوع من التخويف فقال هذا الكلام طيب لماذا لم يأتي بالفاعل صريحا آه ما شاء الله يعني أأمنتم أن يخصف الله بكم الأرض ما شاء الله لكن لماذا قال أأمنتم من في السماء نعم هو لا شك أنه يشير إليه جل في علاه فوق السماوات فوق السماوات آه لماذا استعاضى عن هذا الأسلوب بهذا الأسلوب لأن الأسلوب أسلوب تخويف تخيل سيد محمد نحن إذا جاء شيء من يمين أو من الشمال إذا جاءك شيء من الأرض التي أنت تطمئن عليها يخيف إذا جاءك من السماء يعني زي مثل الدخان ينزل إذا جاء شيء من السماء لا يستطيع الإنسان لا يستطيع أقوى الأقوياء أن يفر من هذا أأمنت في أسلوب التخويف عوض أن يقول أأمنتموه هنا يوجد إظهار بدل الإضمار قبل قل قال هو الذي جاءت لكم الأرض وكل من رسقه هو وإليه هو وإليه النصور أأمنتموه أن يخسف بكم قال لا أأمنتم من في السماء لإضفاء المهابة والجلال والتخويف هذا هو السؤال السؤال نقف من في السماء هل الله في السماء وإذا كانت السماء ظرف وفيه ظرفية هل الله مظروف غلط الكلام عقديا خطأ فالعلماء انقسموا قسبين أهل الحديث يفوضون يقولون من علوه في السماء من سلطانه من هو فوق السماوات ورعا إذن جاءوا إلى المجاز إلى المجاز ويمررونها كما يقولون يذكرون قصة تلك الجارية التي ضربها صاحبها أو سيدها وأتى بها إلى رسول الله يريد أن يعتقها فقال لها أين الله فقالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة نحن يكفينا أن نقف عند ظواهر القرآن أهل الحديث والسنة يقولون من في السماء أي من فوق السماوات لأن الله استوى على عرشه فوق السماوات كيف الكيف مجهول الأشعرية وهم من السنة أيضا وغيرهم يؤولون يؤولون يقول من سلطانه في السماء أيضا هم مع المجلس هم مع المجلس نعم هم مع التأويل هم مع التأويل ونحن في الحقيقة في هذه الحصص القرآنية نقف ولا نؤول ونقف عند اللفتات واللمسات البيانية ولا نريد أن نخوض في بعض الخلافات العقادية ألم يقل أحد المفسرين أن المقصود هنا ربما ملائكته نعم قال ذلك ما شاء الله لك أنت تذكرني قرأت ذلك عند الشيخ محمد طهر بن عشر وعند غيره يقول أأمنتم من في السماء من الملائكة أو ملكا من الملائكة أن يخصف بكم وهذا صحيح لماذا لأن من الذي خصف بأقو ميروت إنا مهلك أهلي هذه القرية ملائكة الله هو الذي قدر وهو الذي يعلم وهو الذي أعطى الأمر وملك الخصف وملك الرياح وملك الأمط قام بهذا الأمر لذلك قال من في السماء فهي تحتمل أن تعود على الله جل جلاله وتحتمل العودة إلى الملك الذي يخصف إنا منزلون على أهل هذه القرية لزا من السماء إذن يجوز الوجهان ولكن صراحة العبارة عندما نبقيها على جلال الله نحن وإليه النصور أأمنتموه أن يخصفه وهو فوق السموات وليس من باب التحييز كما يقول العقديون طيب هو قال بعد ذلك يخصف بكم الأرض نعم فإذا هي تمور نعم فإذا هذه الفجائية ما شاء الله الفجائية وإذا الفجائية أستاذ محمد متى تستعمل ما عليك شيء أنا لا أسأل إذا الفجائية تستعمل في الحال لا تستعمل في الماضي واضح لا تستعمل في المستقبل بالدرجة الأولى أما تقول خرجت فإذا الأسد عند الباب أو هي بالدرجة الأولى عند الحال خرجت الآن فإذا الأسد عند الباب يفاجئك يعني في الظرف الحال نعم أو ذهبت فإذا بالمسؤول الكبير عند الباب إذا فجائية في الحال واضح هنا ماذا قال أأمنتم من في السماء أن يخصف للسماء خسف للسماء خسف هنا نقول هذه كلمة للساسب ينقضوننا لم يقع الخصف بعد صح شبه الخصف المتوقع بخصف قد وقع فإذا هي تمر أنت معي لإفادة التحقق هل الله يعجزه أن يخصف الكرة أرضية أبدا شبه الخصف المتوقع المهدد به كأنه وقع وحدث فإذا هي تمر طيب هو السؤال نعم هل هذه الآية من باب التهديد والوعيد أن يحصل هذا الخصف في الدنيا أم أنه أن هذا الخصف يحصل في نهاية العالم وفي نهاية الدنيا بارك الله فيك من باب ما يحدث للكرة الأرضية في وقتها لا بارك الله فيك الأفضل وهنا خطاب للمشركين وللمخاطبين في عهد النبوة وفي غير عهد النبوة هو تهديد في الدنيا هكذا أأمنتموه وأنتم تسيرون وتمشون مطمئنين على الأرض الذلول المسخرة ولا تعلمون أنه سخرها هل لديكم ثقة وعهد أن الله لا يخصف بكم فللأسف يأخذون نعم الله كأنها مسلمة لأنه قال في موقع آخر يوم تمور السماء مورا ذلك في يوم القيامة وهنا قال فإذا هي تمور للسماء لا للأرض ما في سعفا للأرض عفوا للأرض والأرض تمور والسماء ما معنى تمور تضطرب تضطرب وترتجف وتتزلزل إلى الدرجة لا تبقى على ثباتها بعدما كانت ثابتة وذلولا ولها مناكب وجبال وأعالي فإذا هي تضطرب بأهلها أأمنتموه أن لا يفعل بكم ذلك فهنا أسلوب تهديد عجيب سيد الحمد أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمر تهديد لأهل الأرض وللمشركين خصوصا أما المؤمنون فهم مسلمون السؤال بعدها مباشرة لماذا قال أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصب نحن اليوم نعيش في التناسق القرآني لماذا قدم خصف الأرض على إلسال الحاصب الحاصب وهو الحجارة نعم الحجارة كل حجارة فهي حصب والحصباء هي الحجارة الصغيرة الصغيرة ونحن نرمي ونحصب إبليس أمنتموه أن يرسل عليكم حاصبا ومطرا من الحجارة من السماء قدم خصف الأرض لماذا قبلها هو الذي جعل الأرض ذلولا صحيح يعني الانتقال هي لطيف لا تشعروا به كأنه يقول نعمة الأرض المذللة الممهدة التي لم تشعروا بها احذروه وهم على الأرض يعيشون وهم على الأرض يعيشون فأأمنتموه أن يخصف بكم هذه الأرض ثم انتقل أأمنتموه أن يرسل عليكم حاصبا هذا المعنى الأول المعنى الثاني أستاذ محمد بما أهلك الله أبرهة أبرهة الحبشي بالطيل الأبابيل بالطيل الأبابيل بارك الله فيك تربيه بماذا بحجارة اقرأ لي بعد رمي الحصباء أما من تبع سماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صنفات أنت الآن ستسألوني وهم عايشوا هذه الأحداث ما عايشوا وأنت الآن سأتقول لماذا يتحدث عن الطير هو الطير نعمة الحيوان نعمة النبات نعمة يذكرهم آه لكن هو يختار ما هو الأنسب بما أنه يخاطب قريشا وأمثالهم أنسيتم ما فعل الله بالطيل الأبابيل بأبرهة وجنوده عندما تكلم أن يرسل عليكم حاصبا أتى لهم بنعمة الطير والطير هي التي رمت أبرهة وجنوده بالحصبة أنت معي فلذلك بارك الله فيك تم تتناسق عجيب نعود نقرأ نحن أنا وأنت في آية سجلتها وفي سورة الأنعام سيد محمد قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من السماء من فوقكم نعم من فوقكم أو من تحت رجلكم هنا عكس أنا أريد فقط نأتي مفاتيح ولا أ Anime أحسن مننا يعني قل هو جل جلاله القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من السماء أو من تحت رجلكم خصف لماذا عكس بداية الآية تقول وهو القاهر فوق عباده هذا قاهر فوق عباده تأتي منه القاهر فناسب تقديم عذاب السماع على العذاب بينما هنا كان حديث مبتدئا عن الأرض فناسب الخصف بالأرض إذن كل كلمة نقرأها لا بد أن نفهم يعني أنها تتسق مع البناء في الصورة بارك الوحيد طيب لماذا قال فستعلمون كيف نذير هذا التهديد يعني أأمنتم أن يخصف بكم الأرض لا أمان أأمنتم أن يرسل عليكم حاصبا ومطرا غزيرا من الحجارة ليس لكم عهد ولا أمن فستعلمون كيف نذير حين يأتيكم العذاب يعني هنا كلام محذوف أأمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا وإن حصل ذلك حينها ستعلمون كيف نذير نعم فستعلمون كيف نذير هذا أسلوب التهديد والوعيد الشديد نذير هنا بمعنى الإنذار صلى الله عليه وسلم النذير ما هو؟ المنذر المنذر بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا آه وكيف كان نذير ستعلمون كيف نذير ستعلمون كيفية انتقامي الإنذار الشديد يعني نذيري نذيري نعم بارك الله هو المتكلمي محذوف للتخفيف مثل صورة القمر فكيف كان عذابي ونذر ونذري فهنا كيف كان عذابي ونذيري فستعلمون وهو أسلوب وعيد وتهديد شديد ثم يقول وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فكيف كان نكير ولقد أسلوب قسم لقسم محذوف وعزتنا وجلالنا لقد كذب الذين من قبل ينزلهم منزلة من لا يعلم ينزلهم منزلة من لا يعلم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان إنكاري عليهم نكير نكير بمعنى يعني على وزن نذير بمعنى إنكار نذير بمعنى إنذار ونكير بمعنى إنكر وكذا هما مستعملون في المصدر لكنه لم يجب عن هذا السؤال فكيف كان نكير هذا السؤال لا يتطلب جواب السيد محمد أرأيتم كيف كان نكيري الغرض إذن هو تخويف هو التوبيخ التوبيخ فكيف كان التعجيب التعجيب والترهيب والترهيب والتوبيخ أتعلمون كيف كان لكم أن تتصوروا وكيف يسألوا بها دائما عن الكيفية للتعجيب ونشير إلى أن كيف كان نكير أي كيف كان إنكاري عليهم ويأول المتكلم جل جلاله محذوفة ما معنى النكر ناكر نون كافرة دائما ضد المعرفة أنت تعرف شيئا أو أنت تنكر شيئا أو تنكره تنكره تعرفه فكيف كان إنكاري عليهم دائما وكيف كان تعذيبي لهم كل هذا درس للمشركين المخاطبين حتى يعودوا ويرعوا عن غيه من الذين من قبلهم؟ قوم الروط قوم فرعون قوم عاد قوم هود عليه السلام قوم شعيب كل من سبق من الأقوام الذين عاقبهم الله سبحانه وتعالى في آيات كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم الروط وأصحاب مدين وكذب موسى فكيف كان نكير طيب لماذا قال لم لم يقلوا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ قَالْ مِنْ قَبْلِهِمْ من قبلهم مباشرة من بداية منهم بداية منهم أصحاب الرص وقال كانوا في اليمن الذين رصوا نبيهم في البئر من قبلهم مباشرة لكن ألا يشير ذلك إلى ما حدث أو ما حصل من أبره كذلك الذي كان ملاصقا لعهدهم نعم بارك الله فيك وأنا قلت لك الدليل أن الحصباء والحديث عن الطير فيه تذكير لقريش الله تعالى يستطيع أن يخصف الأرض ويستطيع أن ينزل الحصباء ويستطيع أن يبعث لكم طيرا أبابيل فتوبوا وعودوا إلى رشدكم بارك الله فيكم فضيء الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم وجزاكم الله وخير الجزاء في الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل ما بدأناه في سورة الملك أشكركم جزيلا شكر وبحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل إلى ذلكم الحين هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج الزميل خضر عبد المطلب شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة